تنضم إلينا من الرباط فدوى المرابطي مراسلة الغد فدوى ما هي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية لتجنب أي مرض أو إصابة بالانتشار الكوليرا من الجزائر إلى المغرب نعم وزارة الصحة يعني وجهت مذكرات وزارية إلى جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالمغرب تدعوهم فيها إلى رفع درجة التأهب إلى رفع درجة اليقظة في المستوصفات إلى معالجة سريعة للحالات التي قد ترد وقد تتكون تتشابه مع حالة الإصابة بهذا الوباء الفتاكت سرعة التعامل معها سرعة التوفير يعني الأجهزة والأدوية الخاصة بها دعات الأطباء يعني إلى التواجد أكثر في المراكز الصحية وإلى كما قلت رفع درجة هذا التأهب لمواجهة خطر لربما احتمال انتقال هذا الوباء إلى المغرب الوزارة أكدت في بلاغ صحفي لها ونفت وجود يعني أو تسجيل أي حالة حالة إصابة بالوباء إلى حدود الساعة في المغرب وذكرت إلى أن آخر حالة تم تسجيلها كانت سنة 1997 بلاغ وزارة الصحة لم يشير تحديدا إلى الجزائر قال بلغة يعني مبطنة قال إلى دول منطقة التي تعرف انتشارا لوباء الكوليرا وهي يعني تدعية احترازية كما سبق واتخاذها في تونس وفي المغرب أيضا بحكم أنهما دولتان مجاورتان والمغرب تقاسم مع جزائر يعني قرابة 1600 كم صحيح أن الحدود البرية مغلقة مع الجزائر منذ سنة 1994 لكن هذا لا ينفي أن هناك وجود معابر سرية ما بين البلدين السيامة في المنطقة الشرقية نعرف أنه الآن هي عطلة صيفية هي فترة سفر ما بين العائلات ما بين الجزائر والمغرب عبر الطيران فأيضا وزارة الصحة طالبت بتشديد الرقابة لسيما في النقطة الحدودية وفي المطارات على الوافدين من البلدان التي سمتها وزارة الصحة بالتي تعرف انتشارا لهذا الوباء شكرا جزيلا لك فدوى المرابط مراسلة الغد كنت معنا من الرباط ترجمة نانسي قنقر